وهكذا أحبائي يمكن أن تحاول تقضي على المسحيين أنت عم بتزيد مش عم تقضي هاي واحد اتنين الكلمة الأخيرة للرب في النهاية قوعك تتماد على الرب مخيف هو الوقوع في يدي الله إذا في عصر اسمه عصر النعمة في هالأيام وإذا في مسحيين بيسامحوك وبيغفرولك هاي من محبتهم للرب عم بتشبهه بيسوع لكن مش لأنه ضعفاء يعني مش عاوزين يجاوبوك في نفس السلاح عين بعين وسن بسن الرب يسوع أنهى على هذا الموضوع من زمان فعزته على الجبل لكن الله بيعطيك فرصة حتى التوب حتى ترجع إلى معرفة يسوع المسيح مكتوب أجرة الخطيئة هي موت أما هبط الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا لكن الرب يسوع هو الحي ما زال يقرع على باب قلبك شو رايك تفتح القلب ليسوع المسيح يقول الكتاب اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم قال يسوع الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينون بل قد انتقل من الموت إلى الحياة الذي يؤمن بالابن أي بيسوع المسيح كلمة الله وصورة الله الغير منزور الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله لربما أنت واحد من المستهزئين اليوم تشاهد هذه الحلقة وتقول طب ما أنت من زمان عم تتكلم وين يسوع وين يسوع اسمع ما قال رسول بطرس لا يطباطئ الرب عن وعده كما يحسب قوم الطباطئ لكنه يتأنى علينا لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة موسيقى